اشتركوا في القناة البنتاجون تعلن تخصيصها 550 مليون دولار امريكي من ميزانية العام 2019 لتدريب وتجهيز ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية وتأسيس القوات الامنية الحدودية فما الاسباب وما الاهداف موسيقى قال مراسل حلب اليوم ان قوات النظام قصفت بلدة التمانع بريف ادلب بالفوسفور المحرم دوليا كما افاد المراسل بقيام الطيران الحربي الروسي بشن غارات جوية على سراقب وخان السبل ما اسفر عن سقوط ضحايا تابع معنا التقرير التالي ثم نعود لنفتح النقاش او باب النقاش مع ضيوفنا ليست احتفالات برأس السنة انه ريف ادلب الجنوبي حيث القصف بصواريخ محملة بمادة الفوسفور المحرمة وفق التشريعات الدولية مراسل حلب اليوم قال انما يقارب الاربعين صاروخا تحتوي على الفوسفور قصفت بها قوة النظام بلدة التمانع جنوب ادلب قصف يعتبر الاول من نوعه منذ بدء التصعيد العسكري على منطقة منزوعة السلاح في ريف حماتا وادلب في التاسع من شباط الماضي لا حول ولا قوة الا بالله الطيران الروسي شارك في حملة القصف على ريف ادلب حيث شن عددا من الغارات الجوية مستخدما صواريخ شديدة للانفجارة مستهدفا مدينة سراقب ومحيطها وبلدتين تلمرديخ وخان السبل ما اسفر عن سقوط قتلين في مخيم كفرعميم شرق سراقب بحسب مراسل حلب اليوم القصف المكثف لقوات النظام لم يتوقف بالمدفعية وراجمات الصواريخ مستهدفا للأحياء السكنية في خان شيخون والتمانعة وسراقب وسرمين ومعرش مارين وتلمنس ومعرد حرمة والقصابية والصالحية بريف ادلب بلتة مورق واللطامنة وقرى طل الصخر ومعركبة والبويضة والتوبة والحويز وجسر بيت الراس والحويجة والحواش والسرمانية في ريف حمات تعرضت لقصف مكثف من قبل النظام والروسيا شلل شبه كامل للحياة في ريف حما وإدلب جراء قصف النظام للمنطقة منزوعة السلاح يتزامن مع تساؤلات يطرحها الأهالي حول جدوى اتفاق سوتي الذي لم يضمن لهم الأمانة من نظام الأسد والميليشيات الموالية له مناقشة هذا الموضوع معنا هنا في الستوديو أستاذ حسن أني في المحلل السياسي أستاذ حسن في استوديو ثنايا الخبر ومعنا أيضا مراسلنا عبد الرزاق صبيح من ريف حما الشمالي عبد الرزاق أبدأ معك أنت على الأرض بداية حدثنا عن القصف الذي طال مناطق خفض التصعيد وما هو الوضع الآن نعم عمار منذ ساعات شنت الطائرات الحربية الروسية سلسلت غارات جوية على محيط مدينة إدلب وعلى السجل المركزي القريب من مدينة إدلب بالإضافة إلى استثاف محيط قرية عرب سعيد بعدة غارات جوية بالقنابل شديدة الانفجار وتسببت هذه الغارات بسقوط جرح مدنيين ودمار كبير في المناطق المستهدفة أيضا عمار أمس كان هناك تسجيل لغارات جوية على محيط تل مرديق وعلى محيط مخيم في الحقيقة بالقرب من كفر عميم الواقع الشرقي سراقب أيضا كان هناك غارات جوية روسية على محيط بلدة خان السبل بريف إدلب أيضا هناك في الحقيقة قصف قوات النظام على ريفي حما وإدلب لا يتوقف منذ قليل كان استثاف لمدينة كفر زيتا بعشرات القذائف الصاروخية وقذائف مدفعية الميدان الثقيلة بالإضافة إلى استهداف أطراف بلدة كفران بودا وقرية الكركات وقرى الحواش والحويز في سال الغاب أيضا كان هناك في الحقيقة سقوط جرحى مدنيين في بلدة الشريعة أمس بسبب استثداف هذه البلدة بقذائف الهاون من مواقع النظام القريبي في قرى الكريم والعزيزية في سهل الغاب الآن هل هناك أي طيران في الأجواء؟ تحدثت حضرتك عن توقف القصف حاليا ماذا عن الأجواء وماذا يفعل المدنيون الآن أو كيف الحركة الآن بعد توقف القصف؟ نعم عمار في الحقيقة الطائرات الحربية الروسية حتى هذه اللحظة في أجواء ريف إدب وريف حما وتأخذ محاور دائرية أما بالنسبة لوضع المدنيين في الحقيقة مع غارات الروس اليوم يبدو الوضع صعبا جدا بالنسبة للمناطق التي تعرضت لقصف هناك نزوح من منطقة سراقب ومن المخيم الذي تم استدافه أمس بالقرب من كفر عميم بالإضافة إلى نزوح من القرى القريبة من مدينة إدلب وهناك القصف لا يتوقف على ريف حما الشمالي إذن هنالك حركة شبه متوقفة للحياة؟ نعم بالضبط عمار في الحقيقة مع دخول الطيران الحربي الروسي على خط الموجهة بالإضافة إلى قوات النظام هناك يبدو الأمر صعبا جدا بالنسبة للمدنيين عمار في مثل هذه الأوقات هناك في الحقيقة عداد كبير من المدنيين تخرج إلى الأراضي الزراعية من أجل العمل في الأراضي وتتعرض للقصف أمس كان تسجيل لسقوط امرأة في أرض زراعية قريبة من مواقع النظام بسبب استدافها في المدفعية التقيلة أرجو أن تبقى معي أن تقل إليك أستاذ حسن يعني ما الهدف من هذا القصف؟ لماذا يساعد النظام من قصفه في مناطق خفض التوتر؟ سأل خير لكم والأستاذ المشاهدين وتحية للأخ عبد الرزاق ندعو الله أن يحميه وعلى الأرض هناك وقع الحال لو عدنا إلى اتفاق سوتشي الذي أبرم في إيلول من العام الماضي 2018 لو وجدنا أن الروس آنذاك أرغموا على القبول بهذا الاتفاق بسبب وجود حشد دولي ورفض دولي مطلق وخاصة أمريكي للقيام بأي حرب على أدب وواضح آنذاك كانت الولايات المتحدة الأمريكية ووراءها أوروبا تهدد بالقيام بضربة موجعة لنظام بشار الأسد إن قام بشن هجوم على أدلب روسيا آنذاك كانت تعول هي كانت تريد أن تتنصل من هذا الاتفاق ولكن كانت تعول على مسألة أساسية هو تلاشي هذا الحشد الدولي ثم تقوم بالتنصل من هذا الاتفاق بالتدريج وهذا ما تم نحن نشهد منذ بداية شهر شبهات تقريبا ونشهد هنا كل يوم خرق لمنطقة خفض التصعيد في أدلب ولكن هذه الخرقات كانت سابقا أيضا رغم أتفاق سوتي الذي جاء بضغط كما تتحدث دولي أوروبي أمريكي وتركي أيضا ربما ولكن استمرت الخروقات نعم استمرت الخروقات ولكن لم تكن بهذا الشكل الهائل يبدو الروس اليوم وجدوا الفرصة مناسبة جدا للقيام بهذه الحملة هدف الروس في الأصل هو اقتحام مدينة إدلب ولكن هناك جملة من العوامل من الظروف ربما دفعت بهذا الاتجاه أكثر لعل السبب الأول أن أولا الحشد الدولي هذا تلاشى شيء فشيء العالم الآن ربما معارك الباغوز في شرق البلاد ربما هي محط الأنظار ومحط وسائل الإعلام هذه الجانب الجانب الآخر الروس يعلمون أنه ربما المبعوث الدولي الجديد غير بيدرسون مقبل وربما عما قريب سيبدأ أو سيستأنف العمل على تشكيل اللجنة الدستورية يسعى الروس توازيا مع مسعى المبعوث الدولي إلى تحقيق مكسب على الأرض استراتيجية الروس نحن نعلم هي لم تتغير السيطرة على الأرض امتلاك المزيد من الأوراق اتباع سياسة الأرض المحروقة ثم جلوس على طاولة المفاوضات وحشر الخصم في الزاوية الضيقة جدا وهذا ما يصعى إليه هل هي ما يسبق المفاوضات والمنتصر في المفاوضات هو بحجم ما يملك على الأرض يفرد ربما شروط أكثر على الطاول؟ بالذات يعني الآن موقف الروس قبل احتلال ريف دمشق دومة تحديدا وقبل احتلال درعة لم يكن بهذه الطريقة كانوا الجميع يقرب الذهاب إلى جنيف الآن بعد احتلال الريف الدمشقي الغوطة الشرقية بعد احتلال مدينة درعة والآن يجهزون على مدينة الدب لم يعد جنيف له ذكر وإنما أصبح المسار الحل هو الرؤية الروسية حتى هي التي لا تقرب أستانا حتى مسار أستانا على الرغم أنه مجحف جدا بحق السوريين ومع ذلك نظام اليوم وحلفائه الروس والإيرانيون اليوم يسعون إلى فرض سياسة الأمر الواقع أعود إليك عبد الرزاق من مرسلنا طبعا من ريف حماء الشمالي تحديدا ماذا عن الضحايا من المدنيين عن الجرحة والذين ارتقوا وفقدوا حياتهم من خلال هذا القصف نعم عمار في الحقيقة كان أمس تسجيل لسقوط خمس الضحايا من المدنيين كانوا في ريف إدلب توزعوا على ريف إدلب الجنوبي على قرية الصالحية وعلى قرى أخرى بريف إدلب الجنوبي إضافة إلى اثنين قضوا بالقرب من مخيم قرب كفر عميم شرقي سراقب هناك في الحقيقة أعداد كبيرة من الجرحة يسقطون بشكل يومي جراء قصف قوات النظام كان أمس في مدينة سرمين بالإضافة إلى سقوط جرحة في قرية معرض حرمة جراء قصفها بالقذائف الصاروخية مع تقريبا مع مساء يوم أمس هناك بشكل يومي جرحة وفي الحقيقة حالات الجرحة صعبة جدا بسبب عدم وجود مشافي في هذه المناطق التي تتعرض لقصف أيضا هناك أقرب مشفي يبعد عشرات كيلومترات ويتم نقل المصابين إلى مشافي حدودية بسبب عدم وجود أجهزة وعدم وجود مشافي في استقبل الحالات القطرة وهناك ظروف صعبة جدا بالنسبة للمدنيين في هذه المناطق نعم أرجو أن تبقى معي طبعا عبد الرزاق لما بعد الفاصل مشاهدين سوف نذهب وإياكم إلى الفاصل قصير ونعود بعدها لمتابعة حوارنا بعد الفاصل ما مصير اتفاق سوتي بعد التصعيد الأخير وما أوراق تركيا لحماية إدلب لحماية إدلب حوارنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة سلام بكم مشاهدين الكرام حياكم الله إنما كنتم حول فشل أو نجاح تطبيق اتفاق سوتي على أرض الواقع مراسل قناة حلب اليوم الفضائية جاب شوارع ريف إدلب لمعرفة آراء الأشخاص هناك وعاد لنا بهذه المادة لنتابع اتفاق سوتي لا صمد في الأول ولا رح يصمد في الأخير الآن زاد علينا أنه جاءنا الطيران الروسي الآن هلقع بضربنا طيران رشاش والصواريخ في سفور وحرب شاملة ما فرق علينا نحن شيء أبدا يعني ما استفدنا من سوتي ولا أبدا أي شيء أبدا سوتي عبارة عن اتفاقيات تحت الطولة وليست مكشوفة والله يعني أنا في نظري وصلنا لمرحلية يعني لبعد ساعة ما بقى تعرف عشو بدي يصير يعني 8 سنين صورة وكلها حكي ومؤتمرات وما فلع منها شيء أبدا أي اتفاق ما الأول ما فيه اتفاق بالطول لايقع الطيران ما رح ضرب صريق في الفيسفوري والحرب الروسي ضرب هون أنا في رأي الشخص هذا الاتفاق في إدليب بس عن نقاط التركي ما تنضرب نحن الشعب رايحين ضحايا كلياتنا يوميا عم نضرب في الصواريخ في العنقودة في الفيسفوري يوميا نحن ما رح غير علينا نحن كيوة تركية حواجزها كلياتنا ما عم تنضرب بس نحن اللي عم نضرب هون أي اتفاق يا دعا بتقلي عليه أنت إنما أنا عم نعرف أشعب يصير ما في شيء اسمه اتفاق الدوريات التركية نزت لهون على المحرر عساس إنه تحمل مدنيين فكل يوم سيضربونا قذيف فالدوريات التركية من كام يوم نزت عساس على الاسترادات دوريات صارت تفتل بينها الشعب عن مشال قصف بدأ القذيف سيضربونا طيران فأي اجتماع أي اجتماع بيصير كله كدب كدب بستاذ الكريم طبعا لتذكير معنا هنا في الاستوديو الأستاذ حسن أني في المحلل السياسي ألم بيك أستاذ حسن مرة أخرى ومعنا أيضا عبر سكايب مراسلنا عبدالرزاق سبيح من ريف حما الشمالي أبدأ معك أو أعود إليك أستاذ حسن يعني قبل الفاصل أشرت حضرتك لنقطة مهمة يعني قلت لم يكن التصعيد على هذا المستوى سابقا ربما هذا يعني التصعيد الأكبر هنا نقطة هامة استخدام النظام للسلاح محرم دوليا بهذا الشكل الفوسفور الأبيض ما دلالات استخدام النظام لهذا السلاح تحديدا يعني هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها نظام بشار الأسد وحلفائه الروس لأسلحة المحرمة دوليا وخاصة أنهم عندما يقدمون على اقتحام بلدة أو مدينة أو يريدون احتلالها لقد استخدموها في الغوطة وكما استخدموها في حمص وكذلك استخدموها في الريف الدمشق في أكثر من مكان ربما يعني هذا النزوع لدى النظام يؤكد رغبة الروس الجادة في السيطرة أو في اقتحام مدينة أدلب وخاصة بطريقة وحشية يعني سياسة الأرض المحروقة حرق الأخضر واليابس التنكيل بالمدنيين هذا ما فعلوه في درعة هذا ما فعلوه في الغوطة عندما يريدون أن يجبروا أو يحرجوا الفصائل المسكرية ولكن في درعة في درعة يعني كان هناك ضوء أخضر إلى حد ما من واشنطن صحة التعبير والأردن هل الوضع يتكرر في أدلب أم يعني روسيا تقوم ببالون اختبار صحة التعبير يعني هو كما قلت قبل قليل هي المسألة وفقا للروس هي اقتناص لهذه الفرصة الآن لم يعد ذاك الرفض الدولي أو الحشد الدولي الرافض للهجوم على أدلب لم يعد قائما يريد الروس استغلال هذه الفرصة هذه الفترة الزمنية ليحققوا ما يستطيعون من منجز عسكري لا تهمهم الوسائل لا تهمهم القتل يعني من ناحية العملية بوتين هو نسخة عن بشار الأسد الآلية التي يفكر فيها والطريقة التي مارسها بحق السوريين هي طريقة الإجرام الأسدية لا تختلف عنهم لذلك هم يحاولون الآن استغلال هذه الفترة الزمنية وخاصة أن لا يوجد أي رادع يعني لا رادع دولي أوروبي ولا رادع أمريكي ولا رادع من الحلفاء أقصد الجانب التركي أو الجانب الإيراني الآن المجال يعني أقصد ما الذي تغير منذ العام 2018 وحتى الآن عندما كان هناك رفض دولي ما الذي تغير في إدلب ليكون هناك يعني ربما عدم رفض يعني دائما المواقف أو الاتفاقات الدولية المبرمة على الأرض السورية هي غالبا ما تكون اتفاقات مرحلية يعني هي ليست اتفاقيات بعيدة المدى أو على مستوى على مدى استراتيجي وإنما هي اتفاقات راهنة كما نراها اليوم يعني بين الروس وبين تركيا دائما هذه الاتفاقات تأخذ صيغة الاتفاقات الراهنة التي تعنى بالمصالح الآنية أما المصالح الاستراتيجية على المدى البعيد فهذا متغير وخاصة أن الأرض السورية الآن هي تحت تقاسم النفوذ الدولي والحدود الموجودة بين كل جهة والجهة الأخرى هي حدود قتالية وليست حدود رسمية أعود لمراسلنا عبد الرزاق من ريف حما الشمالي عبد الرزاق حدثنا عن مشاركة الروس تحديدا بهذا التصعيد نعم عمار في الحقيقة معظم المناطق معظم القواعد التي تنطلق منها الخذائف الصاروخية وحتى الصواريخ المحملة بالقنابل العنقودية هي من منواقع تم إنشاؤها مؤخرا وهي من الفيلق القامس التابع لروسيا بشكل مباشر نتحدث عن تل صلبة هي عبارة عن منطقة عسكرية روسية انشأت مؤخرا الكبارية بيبات أبو الهدى أيضا المواقع الموجودة شرق أبو دالي بالإضافة المواقع المنشأة مؤخرا في عجاز وفي بالقرب من أبو ظهور وفي مطار أبو ظهور هي مواقع روسية بامتياز لقوات تابعة للنظام ولكن موالية لروسيا أيضا في الحقيقة شديدة الانفجار الطيران الحربي الروسي عمار في الحقيقة لا يغادر سماء المنطقة لا في الليل ولا حتى في النهار مما يؤكد بأن هذا الأمر يتم برضا بل بأوامر روسية في التصعيد في هذه المناطق المشمولة بخفض التصعيد في أرياف إدلب وحلب وحمى هل هناك توجه من عبد الرزاق من قبل الأهالي لنقاط المراقبة التركية المنتشرة في المناطق الخفض التصعيد عمار جرت العديد من الاجتماعات مع ضباط الأتراك في النقاط التركية في السرمان وفي موريك وفي شيرمغار وحتى في ريف حلب الجنوبي في نطقة تلت العيس هناك في الحقيقة يتم تقديم هناك تقديم كما ذكرنا اقتراحات لهذه النقاط التركية من أجل الضغط على الحكومة التركية من أجل وقف التصعيد هناك في الحقيقة على الحكومة الروسية على روسيا التي توقف التصعيد بالنسبة لي المدنيين يقدمون اقتراحات ويقدمون جدول مطالب للضباط الأتراك الموجودين في النقاط المراقبة ومن ثم هذه النقاط المراقبة تقوم بتقديم ما يتم تقديمه إلى الحكومة التركية والتي تقوم بالضغط على الضامن الروسي كما ذكرنا هناك العديد من الاجتماعات وليس هناك أي جديد وإنما هي فقط هم يقولون يقومون بدور نقل طلبات المدنيين في المناطق التي تتعرض للقصف ودون أي تجاوب من الحكومة التركية وحتى القصف لا يتوقف على هذه المناطق وهناك فقط وعود وعود دون أي تقديم كما ذكرنا كان قبل أيام تسيير للدوريات التركية سارت لمدة يوم واحد وتوقف القصف فقط في الوقت الذي كانت تسيير في هذه الدوريات وما إن عادت هذه الدوريات حتى تجدد القصف على رياف إدلب وحماء وحتى حلب الجنوبي تماما هل هناك ربما محاولة من الروس لإحراج الجانب التركي أمام بكل تأكيد أستاذ عمار يعني هي دائما الهدف لروسيا هو إحراج الحكومة التركية وإظهارها بمظهر العاجز وهم يعرفون تماما أن نقاط المراقبة التركية الموجودة هناك هي ليست ذات مهمة قتالية هي نقاط مراقبة توثق نعم بالذات وتركيا ليس بوارد أجندتها الآن خوض معركة أمام نظام بشار الأسد أو أمام الروس هذه المسألة يعني بعيدة شيء ما لذلك هم يستغلون هذا الجانب ويحاولون يعني التوغل عسكريا من جانب آخر طيب هنا كيف سيكون الرد التركي برأيك على هذا التصعيد في إدلب الذي يسبب أيضا إحراج ربما لجانب التركي كما تفضل يعني أعتقد الآن تركيا بيدها ورقتان مهمتان جدا وخاصة لو أنها كانت جادة في استثمار هاتين الورقتين ورقة سياسية هي أولا التلويح بجدية بالتنصل من اتفاق أستنى كليا وهذا جانب مهم هذا يجعل الروس يعني يقفون ويعيدون حساباتهم لأن الاستثمار السياسي للروس لمنجزهم العسكرية توقف على مصار أستنى صحيح أن تركيا ربما لوحت بهذا التهديد ولكن لم يكن تلويحا رسميا ومن خلال وسائل الإعلام ولكن أعتقد لو بلغوا الروس بشكل رسمي إذا استمر الروس بقصفهم لمدينة أدلب سنتنصل تماما من مسار أستنى ربما كانت هذه الورقة مجدية هناك ورقة أخرى هو دعم هذه الفصائل العسكرية حتى الآن مجمل الفصائل العسكرية سواء في ريف إدلب الجنوبي أو في ريف حماس شمالي هي تتلقى ضربات وتحاول أن ترد عن نفسها ولكن هي ليست صعبة هناك تعقيب على النقطتين فيما يخص النقطة الأولى في حال أن تركيا هددت بانسحابها من أستنى ألا يعطي هذا الروس إدلب على طبق من ذهب وهنا يجتاحون إدلب بشكل هم قادرون على اجتياح إدلب سواء كانت باتفاق أو بدون اتفاق ولكن الروس يستطيعون السيطرة يحرقون ما يحرقون ويسيطرون على العديد من ولكن لا يستطيعون أن يفرضوا حل سياسي بدون وفاق دولي وأقليم هنا ما مصير معنا تقريبا أقل من نصف دقيقة ما مصير اتفاق سوتشي برأيك في ظل هذا التصعيد يعني اتفاق سوتشي هذه المنطقة من مناطق يعني ما أطلق عليها خفض التصعيد نعم ويعني نحن رأينا في المناطق السابقة في الغوطة الشرقية في درعة كلها كانت مناطق أيضا تسمى مناطق خفض التصعيد ولكن خفض التصعيد من جانب واحد هو من جانب الفصائل المقاتلة أو فصائل المعارضة أما النظام فكان يستبيحها أعتقد يعني إن لم يكن هناك رادع دولي وأقول رادع دولي وموقف دولي يردع الآن آلة القتل الروسية وإجرام نظام بشار الأسد فأعتقد يعني نحن أمام كارثة لا نتمنى ندعو الله أن لا تحل في مدينة أهلنا في إدلب نعم شكرا لك سوف تبقى معنا طبعا للملف التالي أريد أن أشكر طبعا عبد الرزاق صبيح مراسلنا كان معنا من ريف حماء الشمالي مشاهدين الكرام لم ننتهي بعد فبعد الفاصل وزارة الدفاع الأمريكية البنتغون تعلن عن تخصيص 550 مليون دولار أمريكي من ميزانية العام 2019 لتدريب وتجهيز ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية وتأسيس القوة الأمنية الحدودية فما الأسباب وما الأهداف ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر